لكن القصة اللي هحكيها لكم النهاردة مؤلمة اكتر كل الناس في العالم ماتوا لكن هو الوحيد اللي لسه عايش سنة 2021 انتشر فيروس الانفلونزا على مستوى العالم نجي شخص واحد بس على الارض اسمه فيل ميلر سائق الاوتوبيس ونادى هل فيه حد موجود بلغات كتيرة جدا كمان سافر في جميع انحاء الولايات المتحدة ما شفش خيال بني ادم في اي حتى علشان كده بكل يأس خطت انه يرجع تاني المسقط رأسه في تكسون كتب على لوحة الاعلانات اللي في الطريق في حد عايش في تكسون لما فيه الوصل للبيت حس انه وحيد جدا علشان كده فكر انه يسعد نفسه راح لأفخم منطقة في الولايات المتحدة وقاعد فيها ما حبش الديكور في البيت راح جاب عشرات من اللوحة الاصلية في المتحف وعلقها في البيت نام على السريب وهو لابسه بالنوم الخاص بالنجوم اتخيل انه بيتكلم مع ربنا وقال انه عنده حياة كويسة جدا دلوقتي لو بس بقى عنده واحدة ستة كمان حياته حتبقى مثالية في اليوم التاني صح من النوم وبدأ حياته في الاصر الفاخر ما كانش فيه مياه في الحمام استعمل المياه المعدنية الشخص اللي بيلعبده اسمه فل راح لسوبر ماركت مقفول فتحه برصاصة مسبس دخل السوبر ماركت علشان يتسوى طبعا لا غنى عن الاطعمة والمشروبات الروحية حم العربية مليانة بالاكل فتح ازازة نبيز عمرها 82 سنة وبعدين شرب بق واحد في سنة 2021 هيبقى شخص واحد بس على كوكب الارض كان بيلعب بولنج علشان يضيع وقته لكنه لسه مش حاسس بتحسن استبدل كوار البولنج بالاباجرات وبعدها بأحواض السمج لكنه لسه محققش التأثير المطلوب علشان كده صوت انفجار العربيات خلاه متحمس لكنه لما فكر ان ما فيش حد بيشاركوا اي حاجة حس بخيب تأمل لما رجع البيت شغل فيلم كاستا اوي بطل الفيلم كان بيتكلم مع كورا فيل اتريع على غباء البطل في غمض تعيين عدة سنة فيل كان وحيد في عيد ميلاده غير راضي من مرة اتكلم مع ربنا انا كويس جدا لوحدي واصلا مش محتاج حد يكون معايا هنستنى ونشوف مرت خمس شهور في لحظة بيتتحول لمكتب قمامة في الكمام بقى قذر جدا وكان عنده عادة كويسة للاستحمام كل يوم بيصب عشرات من ازايز البيرة فحوض لاستحمام بيستحموا في نفس الوقت بيشرب بيرة ممكن يكون ده اغلى استحمام في العالم وكمان كسر التوالد حول سلم حمام السباحة لتوالد في الهواء